نبقى في الأجواء الرمضانية ونعود إلى تفاصيل ما يحدث في رمضان وما يعانيه السوريون تحديدا من درعة مراسل أخبار الآن في درعة وريفة محمد الحوراني ينضم إلينا من هناك محمد مساء الخير لو تصف لنا يوما رمضانيا في درعة يعيشوا المواطن السوري مع ارتفاع أسعار السلع وغيرها نعم ميسون مساء الخير وكل عام أنت بخير وكل المشاهدين التلفزيون الآن من داخل وخارة سوريا بألف خير بقدوم شهر رمضان طبعا اليوم يستقبل أهالي درعة أول يوم أي من أيام شهر رمضان المبارك باستقبال العادات والتقوس التي كان يمارسها أهالي درعة بكل رمضان بالأطعمة وبالمواد الغذائية وبتجهيز المنازل لاستقبال المواد الضيوف والعزام واجتماع العائلة على سفرة واحدة اليوم الأسواق كانت محتضة بالسكان محتضة بالمدنيين هناك حركة جيدة في الأسواق هناك بيع من المواد الأولية الخضروات والمواد اللازمة لكن هناك غلاء كبير كان في هذه المواد اللازمة لحياة المواطن السوري وهناك مواد أخرى غير متوفرة بشكل كبير كمادة الأرز كمادة السكر وأيضا مادة الطحين هذه المواد الأساسية جدا هذه المواد الأساسية نعم ميسون أصبحت اليوم هي نادرة الوجود في مناطق درعة وأن وجدت فهي أسعار تبدو أسعارها غالية جدا بالإضافة إلى أن هناك بعض المناطق كانت هناك حركة الأسواق فيها قليلة بسبب القصف الجوي الذي حصل اليوم من قبل قوات النظام ولا سئمة على بلدة عيمة حيث شهدت غارتين جويتين وأيضا على أحياء درعة البلد التي معظم وجل سكانها قد نزحوا بنتجة المعارك الدائرة هناك منذ مئة يوم إلى السهول وإلى المناطق المجاورة هؤلاء أيضا يستقبلون شهر رمضان في السهول وفي الخيم بظروف صعبة وإنسانية وظروف جدا سيئة بسبب آلة القصف التي يستخدمها النظام وما زال يستخدمها حتى في هذا اليوم الأول من شهر رمضان المبارك حيث سقطت أكثر من سلطواريخ فيه على أحياء درعة البلد أيضا وأيضا سقطت قذافة المدفعية وهناك اشتباكات متقطعة في حي المنشيين ما بين الميليشيات اليرانية وقوات الجبهة الجنوبية المنظوية تحت غرفة عمليات البليان المرصوص هذا بشكل عام ما يجري اليوم في درعة هناك حركة أسواق متناسبة مع حياة الناس ولكن بقلق وحذر شديد خشية القصف بالإضافة إلى وجود غلاء كبير بالأسعار بالمواد المتوفرة داخل السوق كيف اختلف هذا الوضع عن رمضان الفائت محمد؟ ربما هذا العام جاء في قرار وقف تخفيف التصعيد المتفق عليه الذي لم يشمل عدة قرى أو عدة مناطق في سوريا ولكن شمل محافظ درعة هناك مناطق هادئة للنسبية بشكل عام هذا الرمضان يبدو مختلفا عن سابقاته حيث معظم أجواد محافظ درعة اليوم هي خالية من الطائرات خالية من القصف ولكن يتخللها بعض الاختراقات لقوات النظام في بعض المناطق التي تشهد اشتباكات كمنطقة نعيمة درعة البلد بالإضافة إلى هذا الرمضان كان سيئا على بعض الناس في ريف درعة الغربي بسبب توسع تنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك الذي هجر معظم سكان هذه المنطقة قبلها سيما سكان بلد الجلين سكان بلد مدينة تسيل وبلد عدوان هؤلاء أيضا كانوا قد هجروا من بلداتهم وهو أول رمضاني منعزلهم هل من فرق ملحوظ مع أسعار رمضان الفائت؟ بالنسبة للأسعار هي تتفاوت حسب التجار فمعظم مناطق دراحية مناطق محررة خارجة تدخل لها المواد الغذائية عبر التهريب عبر التجار في السوق السوداء هنا غلاء كبير ربما يرتفع السعر من رمضان إلى رمضان وربما من يوم إلى يوم آخر فالسنة أخبرتك أن الأسعار السلع اليومية هي غالية جدا ولا سيما عدم ندرتها وعدم توفرها كمانتا الرز والسكر والطحين هذان المواد الثلاثة هي الأساسيتان في حياة المواطن السوري ولا سيما في شهر رمضان اليوم هناك غلاء فيها بالنسبة لرمضان السابق في سوريا يحاول أصحاب المحلات التجارية مراعاة المدنيين قليلا على الأقل في هذا الشهر؟ أصحاب التجار هناك من يسعى إلى تخفيف المعاناة ولكن هناك مبادرات محلية من نشطاء محليين في بعض القرى والبلدات أعلنوا عن شراء مواد غذائية توزع بسعر التكلفة أو بأقل من سعر السوق للعائلات والأسر المحتاجة وأيضا الأسر بشكل عام بمحافظة درعة ولكن يمنع بيعها للمحلات التجارية هناك مبادرات عدة في محافظة درعة من قبل ناشطين من قبل منظمات محلية من قبل مساعدة التجار حيث هناك بعض التجار يقومون بهذه المبادرات لمساعدة الناس في هذا الشهر الفضيل شكرا كل عام وانت بخير عبر الأقمار صناعية من درعة مراسل الأخبار الآن في درعة وريفة محمد الحوراني